اهلا وسهلا يا شباب كيف كون وكيف اموركم ان شاء الله كلها تمام اليوم رح نحكي على مسلسل LPL الكوري الحب في المدينة الكبيرة اللي بتكون من 8 حلقات وكل حلقة بها 50 دقيقة بتبلش الحكاية مع يونج اللي بيكون نايم مع حدا بالسرير وهذا الشخص بيكون تعرف عليه وسهر لهم بعلاقة حب لمدة اسبوع وبيكون خلاص صحة من النوم وبيحاول انه يمارس الحب مرة تانية مع هذا الشخص لكن هذا الشخص ما بيحبي سوي هذا الشي بيقول له عندي فيديو لازم انشره على اليوتيوب وماني فاضي لهذا الشي لكن بالنهاية لما يشوفها ليونج زعل بيحاول يسوي معه هذا الشي لكن فجأة بيجي حبيبها اللي كان بيشتغل كعسكري بالجيش وهون بيتصدم حبيبها بعد ما بيشوفها هنا مع يونج فهون بيقرر انه يروح ويتركه ويعتدر منهم لكن يونج بيقول لهذا الرجال كيف انت ما انفصلت عنه كيف كذبت عليه بيقول له ما هو في الجيش انه كيف رح وصل له قال له يا حبيبي انت ما بتعرف اشي اسمه هاتف ستتصال عليه وقال انه هو يتركه ويروح وفجأة تذكر انه هو عنده تصوير لانه عارض ادياء مبتدأ وراح على التصوير بسرعة ولما شافته البنتي اللي هي اخت صديقة قالت له كيف حالك مبهدل هيك حتى شعرك مانك غاسلة لكن بالنهاية قالت له خلاص يعني مر حتى تلبس تيابك لكن هون بيتعرف على المصوري الاسمه نام وبيقول له انك مانك محترف وانه الشغل لازم انضباط مهم بيحس بننزعاج يعني يونج من نام لكن في النهاية بيروح لحتى ياخد هاي السور وهون بينبهر به نام كتير وهما الاثنين بيتقربوا من بعضهم البعض كتير مع انه يونج بيشوفه هنا نام منحرف يعني وغريب اطوار بيقول هذا الشي لاخد صديقة لكنها بتقول له ما في مشكلة بس هو يعدل نفسها والمهم بياخد لها سور كتير وبالنهاية لما يكون طالع بيحكي معاه يعني ينام وبتحس انه هما الاثنين تقربوا من بعضهم البعض وبالمساء بيكون يونج بالملهة الليلة للمتليين وبيكون عم بيرقصه وبيغني وفجأة بيلاحظ انه نام موجود بهذا الملها وهون بيعرف انه هو كمان مثلي الجنس وبيمسك ايده وبيطلعه من الملها وبيقعد ويحكو هو وياه لكن فجأة يونج بيسحبه لنام وبيقوم بتقبيله لكن كمان بيدفشاه لما يشوف انه صديقتها اللي بتدرس معها بالمدرسة واسمها يعني ماي موجودة فهون بعد ما بيدفشاه على الارض بيقول له ان تدره بلوح عندها بسرعة وبيخبرها انه ما تخبر حدا بالمدرسة وبتقول له انه هو سره في بئر وما رح تحكيه ولا شيء بعدين بيرجع وما بيلاقيه لنام لكن ثاني يوم هو بالمدرسة بيتصل عليه نام وبيقول له انه هم الاثنين يتقابلوا وبعد ما بيتقابله يونج وبيعتدر منها لنام لكن نام بيقول له ما في اي مشكلة وبيقرر انه هو ياه يدخلوا بعلاقتها بما بعضهن البعض لدرجة انه نام بيحبها ل يونج بجنون وبياخذه على كل الاماكن اللي هو بيحبها لكن اللي بنلاحظة انه يونج يعني انسان اناني كثير بينزعج منه لنام بكل شيء وقل له انه انت بتسوق بشوي شوي لازم تسوق بسرعة وانه انت يعني بتحب الاغاني القديمة وانك لازم تحب الاغاني الجديدة حرفيا بينسح بكرامتها الارض تحس انه علاقة حبهم هذي يعني ما نهامت كاملة يعني نام بيحبها بكل الجنون وبكل اخلاص لكن يونج اناني كثير بحبه وحرفيا خلينا نقول انه يونج ما بيحبها لنام بس بيستغلى لكن باحد الايام بيكونوا اصحابه لينج رح يروحوا على الجيش وبيعز ما لنام معاهم بالحفل هذا اللي بيسوه واصحابه لينج وينج بيغنوا اغاني حديثة شبابية وبعدين لما يجي دوره لنام ونام بيقول لينج أنا ما نقع بعرف اغني وما نقادر اغني لكن يونج بيجبر النام يغني ونام يعني مسكين بيغني اغنية كثير قديمة وهون بيتمسخروا علي اصدقاء الى يونج وبقرر يونج انه رح ينفصل عنه ونام بيكون بيبكي كثير وبيقول له انه يعطي فرصة ورح يتغير من شانه لكن نام بيكون اناني كثير او بمر الوقت منشوف انه يعني يونج يعني بيدقل بعلاقة من علاقة للتانية من علاقة للتانية وما نمستقر بحياته وابدا متحس انه حياة والحب بالنسبة لها مجرد لعبة لكن باحد الايام بيجي كمان نام قدام بيته لا يونج مع انه نام ويونج من لما نفصلوا عن بعضهن البعض دائما بيظل نام انه هو يرسل رسائل يعني يشعروا هذي الاشياء لا يونج لكن يونج ما في اشي بيأتر به المهم باحد الايام بيجي بعد ما بيشترب كتير بيجي نام لبيته لا يونج وهون بيكون يعني واقف قدام البيت وبيقدم لأكل وهذه الاشياء لكن مع الاسف كمان يونج يعني بيزعل منه وبيبهدله بهدله لكن باليوم يلي يونج بتكون الدنيا واقعة فيه وصديقته بتقول له كلام كتير جارح والبنت اللي عايشة معها بنفس البيت بتقول له كلام كتير جارح ما بيلاقي غيره لا نام بيوقف معاه وبيساعده بعد ما بيشوفه انه هو اجال قدام بيته وبيكون انبهدر على الاخير وهو نام بيفتح له ايديه مرة تانية وبيمسكه وبياخذه لمكانهما الخاصة اللي بيقعده يعني جنبه دائما لكن مرة تانية يونج بيقصر قلبه النام وبيقول لا انا اسف كتير لكن انا ما بحبك وبتمنى لك حياة سعيدة مع انه يونج شافه النام تغيره كتير من شانه لدرجة انه هو كان بيسوق بشوي لكن هلأ صار بيسوق بسرعة كتير كبيرة واحد الايام بعد ما صار يونج يعني كاتب فالمهم بيجيه اتصال انه نام مات لما بيروح للعازل تبعاه النام بيعرف انه نام مات سبس وقته السريعة وهون نعرف انه يونج هو سبب موته النام لكن نام يعني خلاص مات وانتهاء الموضوع تحسها راح ضحية حبة تجاه لها يونج الاناني المهم يونج ما بيغير فيه هذا الشي ولا شي لانه بيرجع للمره الليلي وبيرقص وبيغني وبيشرب وعايش حياته زي ما هو بده لكن بأحد الايام درس الفنون ولا شي بيقولوا له هذا بيلتقي قبل الجالي الاسم يونج سو ويونج سو هذا بيكون عن جد نرجسي كتير يعني عكسه لا نامي اللي كان واقع بحبه لا يونج يعني يونج سوك بيكون بيحب نفسه اكتر من اللازم تحسه يعني ولد شرير يعني وعلاقته بيونج ما رح تكون كتير منيحة لكن مع هيك هو ويونج بيدخله بعلاقة حب مع بعضونا البعض وبيمارسوا الحب مع بعض فغلنا نشوف اذا كان يونج رح يقدر يحصل على نهاية حب سعيدة مع انه ما بيستحقها واذا كان يونج رح يكسر له قلبه ويخلي يعني يعيش بحزن زي ما هو خلنام يعيش بحزن صراحة انا بتمنى اشوف هلا يونج بنهاية حزينة واول مرة بتمنى انه مسلسل تكون نهايتها حزينة لانه حرفيا يونج ما كان ابدا انسان منيح مع هلا نام وما بيستحق ابدا انه هو يعيش سعيد مع اي حد لانه البهدل اللي عايش هلا نام كتير كبيرة فكل الاشياء اللي عاش هلا من لما حبه هلا يونج وعنجد كانت بتكسر القلب كيف كان بيبكي طول الوقت من شانا وكيف كان بيعاملها بكل الحب وكيف يعني يونج عطى امل بهذا الحب حتى يعني يونج قال لنام انه انا يعني كنت اناني كتير اتجاهك يعني كنت بس بدي استمتع انك انت بتحبني يعني يعني هو النرجل تي لهذه الدرجة بدي يشوفها لنام بيحبها وبيتوجع من شانا وهو ما بيقدم له ولا شي لهيك انا عنجد بتمنى انه هذا المسلسل اتكون نهايته حزينة بالنسبة ليونج لانه ما بيستحق ابدا انه هو ينحب لانه قدم له نام كل شي وهو تخلى عنه لا وبيوم عزاه لا نام يونج بيقول انه اخيرا حس بالدنب وانه هو خسر الشخص كان ممكن يكمل مع حياته بدفع يخرب بيتك يا زلم اول مرة خليتني اكره بطل احد مسلسلات البيئة مهم يا شباب لو حابين تشوفوه فراح تلاقوا بصفحتنا على الفيسبوك كمان رح تلاقوا بصفحتنا على تليجرام وكمان رح تعرفوا كمان قصص ماي اللي هي صديقته لا يونج والبنت يلي عاشت معه بنفس البيت مهم هذه البنت عن جد شخصيتها كتير حلوة وبالنهاية حصلت على نهاية سعيدة لانه هي قلبها عن جد ابيض دخلت بعلاقات كتير لكن بالنهاية لقت الشخصي اللي حبها عن جد ويلي هي ضحت من شانه وقررت انه هي وياه يتزوجوا وعاشوا بسعادة المهمة لوحابين تشوفو انتو عارفين وين بتلاقوا وما تنسوا تركونا لايك على الفيديوهات الشرس القصيرة على اليوتيوب نحن ما نستفد اشي لكن بيجينا ناس بتحب البيت كمان وتشترك معنا دير باقي عن حالكم بحبكم كتير باي باي